السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك وصحابي عمي ايه? انا احمد شيتو. لو انت محتاج توسك الرقم بتاعك على وكون جنبه علامة الصح او علامة التوصيق فاهلا بك في قناتك قناة انا النهاردة ان شاء الله هوريك تعمل الموضوع ده ازاي بمنتهى البساطة. بس اهم حاجة طريقة لما تشتغل معك ان شاء الله ما تبخلش عليا بلايك كومنت جميع زيك كده. اشترك في القناة لو انت مش مشترك. وفعل زر الجرس ويلا بينا على الشرح يا شباة. اه طبا يا جماعة ارجونا هطولوا بعد الانترو كالعادة. ندخلش هطول في موضوع الحالة. طيب بصوا انت هتفتحوا اي براوزر عندكوا على الكمبيوتر وهتيجوا هنا في السرش بتاع جوجل. واكتبوا كده بزرطة بالعربي عادي يعني. هيجيلك اول نتيجة البحث دي هتخلش عليها كده عادي خالص. بالمناسبة اه زي هنشايفين المواقع داخل معي بسرعة ويعني او او بشكل طبيعي. ساعات ساعات المواقع بيعلق وبيبقى بطيء كده. لو بطيء معك وعلق فحاول تستخدم اللي هو ده. البي بي ان ده ازاي? هسيب لكم لينك حلقة البرنامج ده في صندوق الوصف او في الايل زال لكم حالة ديت. يعني المواقع ده مفوت اشتغل ماك عاد يخالص من غير بي بي ان. بس لو لقيته معك تقيل ومشارد يفتح استخدم اللي انا هسيب لك الرابط الحلقة بتاعه في اللي هتزالك في الايل الفوق حالة دي يعني. المهم بعد ما تخش على المواقع هنا كده اكتب رقم تليفونك فانا هكتب رقم تليفوني وهقول هنا كده بحث. طيب لو ناخد بنا لما كتبت كده هيبيه اللي يعمل ايه? تسجيل دخول. فانت اعمل تسجيل دخول بجوجل عادي. اضغط على كلمة جوجل. طيب لو ناخد بنا كده يا جماعة جاب لي هنا اسمي خلاص هوت. ولناخد بنا ادي علامة التوصيق موجودة قبل اسمي. طيب الدليل اللي هو ما كانش متوسك انا وكنت اخدتها سكرينشوت امبارح بالزبط. يعني الموضوع اصلا ما اخدتش مع البقى وشرين ساعة. وحسب يتوسك. انا كنت اخدتها سكرينشوت طوات. جي سورة كنت اخدتها امبارح يا جماعة. وكان حد اسمي عالطول كونه كانش هيتو تيك. وما كانش فيه ايه علامة التوصيق ولا ايه حاجة خالص. تمام? ونفس كل حاجة هو. النهاردة بالزبط خلاص اسمي غيرهو فيه قبله علامة التوصيق. طيب اه نعمل بقى الموضوع ده ازاي? بصوا شباب انت دلوقتي انا افتقد ان اخلاص فتحت الموقع بتاعي او فتحت حدز الرقم التلفون بتاعي يعني وجالي الاسم هنا وجالي ان انا مفيش جنبي هنا علامة التوصيق. طيب اجابها بقى ازاي? بصوا شباب هتيجي هنا كده عند اقتراح اسم بس قبل اقتراح اسم هتيجي تاخد كده الاسم ده هنا كده قبيش. طيب الاسم ده اللي هتاخده قبي ده. اخد انه اسم. بصوا شباب. عشان الموضوع يعني يمشي معاكم ولازم لازم تعملوها. خدوا نفس اسمكم اللي موجود بالزبط على الفيسبوك. يعني انا مسلا لو فتحت الفيسبوك بتاعي ودخلت هنا كده على البرفايل. اه. لو ناخد بالنا جماعة انا ادي الاسم بتاعي هو على البرفايل بتاعي على الفيسبوك ايه? احمد الشيشتاوي. انا خدت الاسم ده كده قبي بالزبط. وهو ده اللي هتستخدمه هنا. فانت هتاخد الاسم اللي موجود عندك على الفيسبوك بتاعك اللي موجود هنا كده. اخوة هتاخد ده كده هنا كده قبي. وهتيجي هنا كده وتقوله هنا في اقتراح اسم اضغط عليها. وهتيجي تختار الشركة اللي هي التانية هنا ديت. وتحط الاسم هنا كده. تمام? وتقوله هنا كده ارسال. هتعمل الحركة دي بتاع عشرة او خمستاشر مرة. انت واخد الاسم اهم حاجة يا جماعة اناكيزوا معي عشان قبل تشتغل مع كل ن 들어� بس ان شاء الله. لازم تاخد الاسم اللي موجود على الفيسبوك. ما تحطش اي اسم بمنزاجك كده. خد الاسم موجود على الفيسبوك. خش على الفيسبوك عندك. خش على alive. خد الاسم بتاعك الموجود على الفيسبوك. هو ده اللي هتستخدمه هنا. هتجيب تقترح اسم. وتحط الاسم ده هنكي Illustration اللي هو التاني. ولانا دي كده وارسال. هتقرر الموضوع ده يا تطبيق اقترح اسم ده وتحط الاسم بتاعك ارسال فكتحط يدرق عليها تاني ارسال دي بتاع مثلا عشر او خمشر مرة طيب دي كده اول حاجة على الكمبيوتر هنروح بقى يعني نكمل اول خطوة التانية هنروح على الموبايل طيب انا وصلت خلاص الموبايل بتاعي هوت هنفتح طبعا تطبيق هوت هديجي تلغط هنا كده على او يعني الصورة بتاعتك او الاسم بتاعك من هنا كده يعني وهتخش هنا كده على طيب انا لو بتاخدوا بالكو انا عندي هنا العلامة الزرق دي كده هنا مكتملة وفيها علامة نجمة دي ملاش علاقة بتوصيك الانين عشان يعني مسلا الرقم بتاعي متوسطك فدي ملاش علاقة بكده المهم انت عندك ممكن لدينا بقى نسبة مسلا خمسين في المية اربعين في المية انا كان الرقم المهم او الشهد في الموضوع انك لازم تملك كل البيانات ديت والبيانات دي عادية جدا لانا هو في كتب مسلا احمد فاللص نيم كده بيش يشتوي نفس الفكرة برضو يا جماعة اخدوا نفس الاسم الموجود علي الفيسبوك او تجع الفيسبوك هنا كده وهتاخد هنا كده كلمة احمد دي وتحطيها هنا في الفرستنيم هنايت وفي الساكندريم اللي هواش اشتوي طبعا ماكو حبا يحط الاسم بتاعه يعني هتحطها هنا كده تمام وهتيجي وتحط رقم التلفون بتاعك هنا مثلا في ساكندفون نمبر دي مش مهم اتحطها يعني الايميل بتاعك حط الايميل بتاعك بعد كده هنا نحط ده هو تاريخ الميلاد ما بدأ ينقف كل البيانات. هنا اللي هو النوع بتاعك يعني زكر او كده. هنا الستريت انا كتب مسلا المحلة الكبرى المدينة بتاعتي. الزب كود دي سهلة خش على جوجل واكتب المدينة بتاعتك. يعني اكتب مسلا انت مسلا من طنطم المنصورة اكتب مسلا اه زد اي بي او اكتب اي زب كوبة على فكرة مش فرقة يعني حتى لو عايز تاخد اللي انا كاتبه ده في اه 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 اتحطه حطه مش فرقة. هنا السيتي اكتب برضك مسلا ايه مدينة اكتب انت بقى مكاهرة مش عارف ايه انا كاتب المحلة الكبرى هنا من المحلة. اه الكنتر هنا ايجيبت. اكتب اي حاجة. اكتب انا كاتب هنا يوتيوبر. تمام? يعني ما عنديش شكة اسم ايوتيوبر ولا حاجة. الفكرة او شهد في الموضوع ان انت تقوم لكل البيانات ديت. هنا مسلا في التايتل اهو كاتب شدو تك اكتب انت مسلا اوليك اسم شهرة او عايز تكتب اسمك تاني اكتب اسمك تاني مش مشكلة. هتيجبا كده هنا في الويب سايت وركز معي في الويب سايت ديت لازم تحط البروفيل بتاعك اللي على الفيسبوك. ده اساسي لازم تحط نفس البروفيل بتاعك عل فيسبوك. طيب تجيبي اللينك ده منين? انت لو فتحت مسلا لتطبيق الفيسبوك عندك من على الموبايل. ودخلت كده للبروفيل بتاعك. وجيت اعتاد ات نوع اضب مدغط على اليوم هنا كده. هتلاحيا عندك اسمها هنا هؤ. او انت لو انت مخ Founder Humana ち يعني لو انت فاتحه من الكمبيوتر ممكن تاخد اللينك من فوق من هنا او لو انت عامله من على الموبايل هتاخد هنا ده كده ونرجع للبرنامج تاني وتحط اللينك ده هنا تمام كده يبقى هتاخد اللينك بتاعك وتحطه هنا كده العباوت مي انا برضو كتب يوتيوبر اكتب اي حاجة هنا مسلا في الاد تاج دي انا لما تغطى عليها جاب لي كزا حاجة اهوت انا اخترت مسلا اختار اي حاجة براحتك تمام وبعد من خلاص الكلام ده كله هتعمل باك هتلاقي اصلا البتالي معاك دي كده اتملت بقت مية في المية يبقى دي كده اكتاني خطوة بقى اخر خطوة معايا وركز فيها هتخش على لينك انا هسيبولك في صندوق الوصف اللينك اللي هو ده لما هتخش على لينك ده كده هسيبولك في صندوق الوصف هتضغط هنا كده على كلمة وهتيجي هنا كده هيقولك تعايز تعمل باي اي انا قلت له مسلا بحساب جوجل تمام كده هو كده خاصة عمل ان خلاص هوت هاجيبها هنا على كلمة اللي هي صميت اتيكت دي اللي هي جنب علامة سيرش دي هتغط عليها طيب هتيجي هنا في اول خاندية هتحط هنا اي ايميل ليك انا مسلا هنا مكتوب ايميل الجيميل بتاعي انا هشيله مسلا وحط ايميل ليه مسلا براحتي وهنا في الورنيم برضو خد نفس الاسم الموجود عندك هنا على البيس بوك اللي هو الاسم ده هتاخده مسلا كده هنا قابي هوت ماشي وهتيجي هنا هنا كده ادي الاسم بتاعها مسلا طيب في السابشيكت هنا هتقول له عايزة اه توصيق حساب اللي هو ازاي او تجيبها من الكلمة ديت تعال هنا كده افتح جوجل وتعال هنا مسلا كده على اللي هو الترجمة وهتقول له هنا كده توصيق مليهン هتاخدها الكابي من هنا كده وارجع تاني هنا في السابشيكت هوت اوugh توصيق هنا كده حساب طبعا ممكن تقربها من على جوجل او اخدها من الفيديو من قدامك من هنا يعني. الفون نمبر طبعا هتكتب رقم التلفون بتاعك. عادي خالص. وهنا اختار هنا. طيب هنا في هنا هتقول له ايه? انا اريد توصيق حسابي. هتيجي برضك هنا على جوجل كده. هتقول له هنا كده انا اريد توصيق حسابي. خد برضك من هنا كده قبي. وتعالى هنا كده. والمية هنا يا معلم. هتيجي هنا كده في اه بلاتفورم اضغط عليها. وقول له هنا مثلا اندرويد. هنا خد نفس الاميل مثلا اللي انت كاتبه عندك فوق هنا كده. ادي الاميل اهوت. والمية هنا. ماشي يقول فون نمبر هنا. قول له هيكتب ايه? رقم تلفونك تاني. وهتقول له هنا صنبت. بس يا معلم. وخلال يعني ان شاء الله فاقلنا 24 ساعة. انا عايز اقول لكم انا الموضوع ده عملته مسلا الساعة اتنين بالليل. كان عشر الصبح تقريبا كان حسابي متوسط. طبع عشان تعرف انت حسابك اتوسطك ولا ما توصكش. يعني الحاجات دي بقى جابت نتجتها فعلا واشتغلت معكم ولا لأ. هديجي ترجع هنا على اللي هو المواقع اللي كنا بتحينه في الاول اللي هو ما دخلنا على جوجل كتابنا وتحط رقم تلفونة. وتشوف يعني مسلا هنا مسلا لو شلت رق خمسة دي. وحطيت ستة. مسلا يعني وعملت هنا كده سرش. اه ده واحد هنا اسمه مسلا فاتحي سمير. ده حسابه مش متوسط. لو شلنا هنا كده الرقم ده وحطيت الرقم بتاعي تاني. عملت هنا سرش. اه. ادي اسمي بتاعي زهر هوت وجنبه علامة التوصيل. وبس يا شكرا بدك نشرح النهاردة يعني ان شاء الله تتلقى تشتغل مع كل الناس. انا يا جماعة سدقوني مش هجعمل فيديو الا ازا كان يعني انا جربت الطريقة والطريقة شغالة فعلا وبكفاءة. وانا جربتها شخصيا على حسابي او رقم تلفوني انا الشخصي. وبازن الله تشتغل مع كل الناس. ولو عجبك الفيديو متبخش على بلايك كومنت جميع ازا كده اشترك في القناة وانتا شخص فعلا قرائز ولا يفستك ادشبه. يال سلي